أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر هذا ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير موسع له عن تبعات التغيير المناخي في العراق وبرامج التمكين لمجتمعات متضررة في سبع محافظات عراقية برنامج المنظمة الأممية بيّن أن معدل البطالة بين شباب العراق بلغ 35% في حين زادت معدلات الفقر منذ العام 2018 في ظل توقعات بارتفاع تعداد نفوس العراق إلى الضعف بحلول العام 2050 برنامج الأغذية العالمي ذكر أن معدلات البطالة بقيت عالية خصوصا بين شرائح النازحين والعائدين والشباب والأشخاص والعاقات مشيراً إلى أن الافتقار إلى مقاومات المعيشة هو السبب الرئيس لكثير من مشكلات حماية وتعليم الأطفال وهي أحد أسباب تفاقم ظاهرة عمالات الطفولة وعن تضرر شرائح المجتمع العراقي من سوء الأوضاع الاقتصادي أكدت المنظمة الدولية أن شريحة الشباب هي الأكثر تضرراً في البلاد من ظاهرة البطالة لا سيما أن العراق يقع في أعلى معدل فقر بين بلدان الدخل فوق المتوسط في المنطقة بحسب مؤشرات التنمية المستدامة ومنظمة الإحصاءات المركزية وفيما يتعلق بتبعات التغيير المناخي وأثرها على العائلات التي تقطن مناطق زراعية يذكر التقرير الأممي أن سكان المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب معرضون لنقص في الأمن الغذائي بسبب شح المياه والتساع رقعة التصحر وهو ما أوجد ظاهرة نزوح جماعي تفاقمت آثارها يوما بعد آخر في ظل أبعاد الفقر المتعددة التي ما تزال تعيقه معدل النمو وتشكل تحديا كبيرا لكثير من العراقين الذين باتوا ضحايا لظام سياسي فاسد وسوء إدارة أثبتت فشلها في إدارة البلاد أو قاتل أزمات ترجمة نانسي قنقر